موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فإن القرآن الكريم من أعظم المنن التي امتن الله بها على هذه الأمة وهي رسالته سبحانه وبحمده لأهل الأرض وهو النور الذي يسعد به أهل الأرض قال ربنا سبحانه وبحمده واتبعوا النور الذي أنزل معه أي أنزل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا القرآن الكريم هو رسالة الله تبارك وتعالى لأهل الأرض فعندما يأتي الإنسان ولله المثل الأعلى رسالة من أحد عزيز على قلبه أو قريب إليه فيضع هذه الرسالة في محمل الجد ولا يهزأ بها ويضعها على محمل الجد فربما وضعها تحت وسادته هذه الرسالة والكتاب الذي جاءه ممن هو عزيز على قلبه ولله المثل الأعلى جل وعز سبحانه وبحمده فكيف بهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه على خير رسول أرسله لأهل الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ربنا سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطحرون تنزيل من رب العالمين هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم أنزله مفرقا منجما على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال جل وعز وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل وقال سبحانه لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل فالقرآن نزل على مراحل وأحداث حدثت في عهد النبوة عهد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو ظللت أعدد فضائل هذا الكتاب الكريم ما وسعني كتاب وما ساعدني قلم على ذلك فهذه الرسالة العظمى التي أنزلها الله لأهل الأرض ليسعدوا بها قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فالهداية هي هداية القرآن قال جل وعز وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وبيّن نبينا صلى الله عليه وسلم فضل هذا الكتاب العظيم الذي نزل به جبريل عليه السلام على قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال صلوات الله وسلامه عليه خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال صلوات ربي وسلامه عليه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين والقرآن يشفع لك يوم القيامة أيها المؤمن يقول النبينا صلى الله عليه وسلم تأمل هذا المشهد العظيم يوم القيامة حتى تعرف قيمة تلك النعمة التي هي في أيدينا وربما لا نستشعر عظمة هذا الكتاب العظيم الذي ربما يضعه أحدنا ويترك عليه التراب بالسنين ولا يلتفت إليه ليفتحه من أراد أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف فهو من نعم الله على الإنسان إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين يجيء يوم القيامة صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن لربنا سبحانه يا رب حله يعني ألبسه الحلة يلبس هذا الرجل تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيزيده الله تبارك وتعالى من فضله ونعمائه ثم يقول يا رب ارضى عنه يا الله على هذا الجمال والجلال الذي بينه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن القرآن من أعظم نعم الله على عباده فبين أولا أنه من خير الناس من ينتفع بالقرآن الكريم ومن يعلمه ويعلمه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وخص نبينا صلى الله عليه وسلم بعض السور ببعض الفضائل منها سورة تبارك الذي بيده الملك قال سورة في القرآن الكريم ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لصاحبها يوم القيامة حتى دخل الجنة بالقرآن الكريم حتى في قبره يدافع عنه القرآن الكريم كما ورد في الحديث وأيضا يقول النبينا صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن اقرأوا البقرة وآل عمران اقرأوا الزهروين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غييتان أو صنفان من طير صواف يشفعان ويدفعان عن صاحبهما يوم القيامة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين